اللي حصل إن فيه مشكلتين مختلفتين شوية عن الفترات اللي فاتة إن فكرة الورش زاد أو إن فكرة الإنتاج بالورشة كتابة السيناريو بالورشة زادت وده خلى فيه نمط من تنمية الشخصيات داخل تنمية الشخصيات والأفكار يعني مثلا تلاقي فكرة تحقيق الأحلام هتلاقيها في زي الشمس وفي اللي هي المسلسل بتاع حكايتي وهتلاقيها في المسلسل بتاع محمد رمضان اللي هو زلزال فهما مستنسخين فكرة رمينها في الطموح والحلم فكرة قارئة الفنجال والرؤية الاستشرافية والمستقبلية برضو مستنسخة من زي الأمر ومش عارفه يعني كل الحاجات دي مكررة 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 في ناس آية إن زي الشمس يعني مسروق أو مأخوذ بالمسلسل إيطالي ده غير طبعا الاقتباسات من الأعمال عموما الاقتباسات ده يعني سنة موجودة دلوقتي بسبب فكرة الورش الورش عادة بتروح تسرق لها من فيلم ده غلط ولا صح؟ يعني فكرة ان انت الاقتباس من الأعمال الأخرى هو التمصير كان موجود ما احنا برضو انت ما تقدرت شو الغلط ولا صح يعني الله يرحمه بهجة أمر ما كان أشهر ممصر للأعمال المسرحية ومن قبله بداي خيري الله يرحمه من قبله يعني فكرة التمصير ما هي موجودة مرتفعات وزرينج تعملت سبع تمن مرات يعني تعملت بين الأطلال وتعملت مش عارف مع نجلاء فتحي بعد كده كونت ديمونتي كريستو اسكوريني وتعملت يعني تعملت كتير يعني كونت ديمونتي كريستو تعملت مرتين أمير الدهاء وأمير الانتقام وتعملت الظلم والمظلوم كما مع نور الشريف وتعملت الظلم والمظلوم بعد كده لنور الشريف ففكرة التمصير ما هي موجودة مش مش موجودة بس كان التمصير بيدي الروح المصرية يعني سيدة الجميلة لما تسرقت من بيت الدمية هي ما تسرقتش هو أخدها ومصرها حتى مصرها بالأسماء مستر ليتل خلاب عضيشي يعني حتى وهو بيمصر بيحط الروح المصرية البيئة اللي هو هيمصر له يعني ما هو ملعبهاش بشكل خاطئ لكن اللي بيحصل دلوقتي الاستسهال استسهال الاختباس ويمكن ده تريق عليه حتى هشام وشيكو في أفلام في الفيلم بالذات الأولاني بتاعهم ورقة شفرة لما مش عارفنا يجيب البتاع مش عارف مش عارف ايه قولك اسم ايه روح ما تديله اسم تاني يعني الفكرة دي موجودة لكن بقت موجودة دلوقتي بشكل مش إبداعي فأنت بتسرق للسرق فين بقى مساحة الاختباس ما هو ده اللي قتل الاختباس الاختباس راح فين الابداعات قتل تحت آلة 3 يوليو 2013 لأن من الوقت ده السيسي وهو تفكيره كله كيف يسيطر على الجماهير هو نفسه يعمل زي عبد النصر عبد النصر كان بيقول في فترته أنا نفسي بقى فيه زرار أصحبي المصريين ونيمهم السيسي دلوقتي بيواجه مشكلة أكبر من عبد النصر لأن تدفق المعلومة ووجود وسائل كتيرة للعرض والسوشيال ميديو والحاجات دي خلت عنده مشكلة كبيرة أن هو يعمل نفسه وعين أن عبد النصر كان محزوز بإعلامه وهو دلوقتي بيحاول أن هو يخنق هذا الإبداع بأنه يسيطر على مسارات الإنتاج يسيطر على مسارات العرض ودلوقتي دخل على السوشيال ميديا بيحاول أن هو يسيطر